في اطراف فوم العنصر القريب من بن ملال بنى الحاج احمد الزلالي حظيرة في الضيعة التي اشتراها قبل ثلاث سنوات حين كان يماهد للعودة الى ارض الوطن بعد اربعين عاما قضاها مهاجرا في فرنسا كان يعمل في ضيعة في نواحي بوردو واكتسب تجربة وخبرة في تربية الابقار الحلوب في الحقيقة هو بصدد تحقيق حلم طالما راوده ان يعود الى ارض الوطن ويقيم مشروعا فلاحيا يكون مجالا لتسخير التجربة الطويلة التي اكتسبها في فرنسا لما اكتمل بناء الحظيرة جاء بابن اخت له من فرياطا وكلفه بالاشراف على تربية اربع بقارات استوردها من هولندا يعلم الحاج حمد ان ابن اخته المعطي تابع دراسته حتى مستوى البكالوريا حيث اخفق مرتين كان والده فلاحا ولم يكن امامه سوى العمل الى جانب والده في حرث الارض التي الى الى على سبيل الميراث والاشراف على قطيع صغير من الاغنام يجري اعداده لعيد الاضحى ليوفر للأسرة دخلا مهما يقبل المعطي على عمله بحب لا يخفى وقد التقط خاله حبه ذاك للعمل الفلاحي بحث الامر مع صهره فلم يرى مانعا لان يعمل ولده المعطي في ضيعة خاله الذي منذ ان بلغ سن التقاعد صار يعيش متنقلا بين المغرب وفرنسا زوجته وولداه رفضوا العودة والاستقرار في فم العنصر كانوا يأتون لقضاء بضعة ايام من عطلهم الصيفية ثم يقفلون عائدين الى فرنسا صار المعطي الساكن الوحيد في تلك الضيعة خلال اغلب شهور السنة وذات ليلة سمع كلبه ينبح اطل من النافذة ولما لم يرى احدا عاد الى فراشه كان الكلب قد امسك عن النباح يستيقظ المعطي باكرا يقدم العلف للابقار ويحلبها كان خاله قد استقدم من فرنسا معدات للحلب يعلم المعطي ان الشاحنة التي تمر لاستلام الحليب لن تتأخر ولن تخلف موعدها في السابعة والنصف رآها تقبل يومها لاحظ ان السائق كان وحيدا قبل ان يبادره بالسؤال عن صاحبه قال السائق واسمه خليل ان مساعده ذاك الملقب بعليل اصبح مريضا كان الحديث عن مرض عليل مدخلا لينطلق خليل في سرد شكواه من ضغط العمل يذكر انه ذاك الصباح اعد فطيرة من دقيق القمح الكامل وبراد شاي للفطور وفي صحن كانت ثلاث بيضات مقلية لون مرحها ينزع الى الحمر وقد غبتتها زيت الزيتون وقد اقتسم المعطي فطوره ذاك مع سائق الشاحنة قبل ان يودعه نبه سائق الشاحنة المعطي الى ان عصابة متخصصة في سرقة المواشي والابقار خاصة قد سطت الليلة قبل الماضية على حظيرة في قرية ادوز واستولت على اربع بقرات ثم اختفت اضاف السائق ان لا احد تفطن في تلك الليلة واكتشف الامر سبحا قال الحارس انه لم يحس باي شيء وان كلابه لم تنبح بالمرة في ذلك اليوم الخامس من ابريل من العام سبعة والفين لم يحدث ما يجعله يوما استثنائيا في حياة ضيعة الحاج احمد الزلالي ولا في حياة المعطي كان حديث سائق شاحنة تعاونية الحليب ممتعا كان يبدو فخورا ببذلته الرمضية التي كتب على ظهرها اسم تعاونية الحليب بعد يوم من العمل المضني اوى المعطي الى ثراشه لا يدري كم مرة من الوقت لما استيقظ مضى الى الحمام ثم عاد الساعة المعلقة على جدار الممر كانت تشير الى الثانية وعشرين دقيقة اطفأ الانوار ثم استلقى على سريره سمع صوت شاحنة تمر بمحاذاة السياج الذي يبعد عن المنزل بنحو عشرين مترا النوم يغالبه ولم يلبث انهزمه استيقظ كعادته مع تباشير الصبح لفصل الربيع نكهة خاصة في فم العنصر قبل ان يتناول وجبة الفطور قام بجولة حول المنزل ثم مضى الى الحظيرة قبل ان يبلغ الباب اكتشف الكلب مستلقيا عند ساق شجرة الزيتون تخطاه ومضى ولكنه استغرب ان لا يتبعه البقرات الاربع مكانها تنتظر لفت انتباهه وجود اثر حيث تلتقي دفة باب الحظيرة كأن احدا حاول ان يفتحها بعنف التفت جهة شجرة الزيتون لا زال الكلب مستلقيا حيث رآه توجه نحوه لم يكن ميتا يتنفس حركه ناداه ركي ركي لاحظ انه حاول ان يلتفت اليه دبت في ذيله الممددة حركة خافتة نظر من حوله وقع بصره على ورق ابيض كذلك الذي يستعمله اصحاب السندويشات كان مكورا بقع مادة دسي ما تظهر عليه لا يذكر المعطي انه ناول كلبه اكلا لفه في ورق ابيض مضى تفكيره الى ان احدا مر من الضيعة وناول الكلب اكلا دس به سما او مادة منوما كان الكلب فاتحا فاه وكانت ظاهرة انيابه ثم يحاول المعطي ان يتذكر لم يسمع كلبه ينبح حين سمع صوت تلك الشاحنة التي مرت بمحاذاة السياج لم يكن امرا طبيعيا ولكنه لحظتها حين استيقظ من النوم وذهب الى الحمام لم يكن في حالة تتيح له التركيز عاد خطوات الى باب الحظيرة تأمل جيدا تلك الاثار التي بقيت على الدفتين لم يعد هناك شك في ان الضيعة تعرضت لمحاولة سرقة وان اللصوص كانوا يريدون سرقة الابقار رأى المعطي ان ما قاله سائق شاحنة تعاونية الحليب عن سرقة الابقار في قرية ادوز صحيح وانه يتعين عليه الان ان يتحلى بالحذر شديد انحنى على الكلب يحركه يحاول ان يتجاوب ولكن مفعول ما دس له في الاكل كان شديدا كانت الساعة تقترب من الثامنة فكر في الذهاب الى ابن ملال عليه ان يبلغ الدرك وفي الان نفسه ان يزور الطبيب البيطري عله يعطيه دواء لروكي الكلب تناول فطوره ثم امتطى دراجته الهوائية اتبع الطريق القروية عند مشارف ادوز رأى شاحنة مستوقفة على جانب الطريق كان على متنها عجلان ابطأ السير لم يكن هناك احد ربما نام السائق في مقصورة القيادة او لعله مضى لقضاء الحاجة غير بعيد ولكن المعطي يعلم ان اقتياد الابقار الى السوق او من الاسواق الى الحضائر امور لا يتولاها شخص واحد ولذلك استغرب ان لا يكون بالقرب من الشاحنة اي شخص دفعه فضوله الى التوقف عند شجرة صفصاف قريبة اخرج هاتفه النقال نظر اليه ثم نزل من دراجته اقترب من الشاحنة كان الزجاج نافذتي المقصورة مفتوحا التقط ثلاث او اربع صور للشاحنة وقبل ان ينصرف تسلق واطل لم يكن من احد في المقصورة ولكنه لاحظ بقعة دام على الكرسي المجاور لكرسي السائق ثم تسلق الجهة الاخرى كان العجلان ينظران اليه كان مريبا ما اكتشفه صباح ذلك اليوم ثم تذكر بقعة الدم فتح الباب الايمن لمقصورة الشاحنة رأى ان قطرات من الدم كانت على الارضية ثم على الارض تتابعت القطرات متوجهة الى حقل هناك به اشجار زيتون وعلى بعد عشرة امتار ظهر له قدما رجل ينتعر حذاء رياضيا متآكلا اقترب منه كان وجهه الى الارض لا يتحرك تقدم منه انحنى وقلبه يبدو انه فقد وعيه كان في عنقه جرح غائر تراجع عنه جرى الى دراجته الهوائية ركبها ومضى مسرعا الى ادوز عله يجد دورية للدرك في مدخر القرية دركيان يقفان امام دراجتيهم الناريتين توقف عندهما وابلغهما بالذي شاهده قال لهما ان الشاب الذي بعنقه طعنة غائرة كان فاقدا الوعي نسي المعطي قصة كلبه انطلق احد الدركيين وسرعان ما سمع وهو يبلغ المركز بوجود شاحنة من الحجم الصغير على متنها عجلان وعن الشاب الذي طعن في عنقه لما وصل المعطي الى المكان كانت هناك بضع سيارات رأى احد اعوان السلطة يعرفه جاءت سيارة اسعاف ونقلت الجريح بينما اقتدت الشاحنة الى ادوز تم الاستماع الى المعطي الذي ادلى بكل تفاصيل لم يظهر اثر لذي يفترض انه كان يسوق الشاحنة وسرعان ما كشفت التحريات عن انها مسروقة من قلعة سرغنة اتسعت دائرة التحريات الى ضيعة الحاج احمد الزيلالي على كيس بلاستيكي كان به الاكل الذي اعطي لكلب الضيعة تم اكتشاف بصمات الاكل الذي قدم للكلب به مادة منومة شديدة مفعول روكي كلب الضيعة ظل نائما يوما ونصف اليوم في المختبر العلمي نتقت البصمات باسم صاحبها اسمه علالبوه استدعي المعطي الى مركز الدرك في ابن ملال قدمت له صورة صاحب البصمات التي اكتشفت على ذلك الكيس البلاستيكي نظر المعطي الى الصورة ظل مشدوها لعدة ثوان رفع بصره الى الدركي الذي يجلس الى المكتب ثم قال انه عليلو عليلو من كان مساعدا لسائق شاحنة جمعية الحليب لم يجد المحققون صعوبة في الوصول الى سائق الشاحنة الذي ابلغهم بان عليلو انقطع عن العمل معهم منذ بضعة ايام وانه ادعى انه مريد في مستشفى ابن ملال حظي ذاك الذي طعن في عنقه بعناية خاصة واستعاد وعيه في اقواله اعترف مصطفى العراف بانه شريك لعليلو وانهما كان يقومان بسرقة الابقار واخفائها في حاضرة استأجراها في ادوز حتى اذا ما مضى اسبوعان وتوقف البحث عنها قام ببيعها اعترف مصطفى بان الخلافة نشب بينه وعليلو بسبب فشل سرقة ابقار ضيعة الحاج احمد الزلالي لما همى باقتحام الحضيرة رأى ضوءا انار مدخل السكن واخر في الداخل قال ان العملية فشلت بالرغم من دس كمية هامة من الحشيش ونبات اخر في الطعام الذي قدم للكل بعد ثلاثة ايام تم القبض على عليلو بينما كان يتجول في وسط ابن بلال اعترف بانه تعاطى لسرقة الابقار لان عمله على متن شاحنة تعاونية الحليب مكنه من تحديد الضيعات التي توجد بها افضل انواع الابقار كان في رصيد سرقاته عملية السطو على اربع بقارات في ادوز كانت الحضيرة التي استأجراها غير بعيدة عن تلك التي سرق منها الابقار الاربع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر